ضمن الاستعداد لإقامة المحاضرات ثقافية لكافة فئات المجتمع دعا مركز اللقاء سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي في القدس لعقد لقاء مع عدد من السيدات حول مسيرة السينودوس وأهميته وذلك لبناء عقلية تربوية جديدة في وقع يستفحل فيه الشر وتطرق سيادته خلال اللقاء إلى توضيح فكرة وأهداف وطريقة عمل السينودوس وأسباب دعوة البابا فرنسيسي إليه وأهميته للكنيسة المحلية والجامعة ومن ثم استمع المطران الشوملي إلى المشاركين الذين عبروا عن آرائهم وأفكارهم وتساؤلاتهم